نحن هنا في بلدة تفاحتة هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء الصيدة بالأمس إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة هذه المجزرة أدت إلى ارتقاء خمسة أفراد من عائلة واحدة عائلة حسن أبورية محيت من السجل بالكامل جميع أفراد العائلة استشهدوا تحت أنقاض هذا المنزل هذا المنزل المكون من طابقين سوية بالأرض تماما في الأسبوع الماضي عائلة بأكملها من 19 شخصا ارتقت نتيجة الاستهداف الذي حل بمنزلهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية إسرائيل تقول دائما بأنها تستهدف أماكن تابعة للمقاومة أو أماكن عمل عسكرية أو منصات صواريخ نقول للعالم ونرصد للعالم ونكشف للعالم ما ترتكبه إسرائيل كما حصل في حاصبيا مع زملائنا هذا هو أحد الكتب كتب محمد أبورية الذي لم يبلغ من العمر أكثر من 15 عاما هذا هو أحد الكتب أو بالأحرى يمكن القول بأن خطط عسكرية كما تقول إسرائيل بأنها تستهدف الأماكن التابعة للمقاومة هذا ما تستهدفه إسرائيل القرآن الكريم فليشاهد كل العالم ماذا استهدفت إسرائيل كما تشاهدون الدمار أيضا دمار كبير حل ليس فقط في المبنى المستهدف بالعصل سوية أرضا في الأماكن المحيطة السيارات الدراجات النارية دمار كبير خلفته هذه الغارة هنا في بلدة تفاحتة موسيقى موسيقى